الأعمال ممكن تكون هي ذات مشروعات صغيرة لكن هي بتختلف عن الإنسان اللي بيعمل مشروع صغير ما عنده طموح مشروعه ده مجرد أنه داير استرزق منه رزق اليوم ومعظم ما ده بيكون بيعملها الناس الأصلا عندهم شغل بيدعمه ودعم بالمشروع الصغير أما يا صحاب الأفكار ففي ناس أصلا بيكون عندهم فكري في مشروع جديد أو مشروع قديم دايرين يحدسوه ويطوروه ويجدوا له مساحة كبيرة جدا في التسويق وفي الأرباح وعندهم الاستعداد في المغامرة أنهم يربحوا أو يخسروا هذا ما بكون عقبة بالنسبة لهم العقبة في أنه يطور الفكر ذا ويمشي بمشروعه دلي قدام ويكون رايد في الأعمال عشان كده بسمون رواد الأعمال اللي الفرد بسمون رايد أعمال لأنه هو عنده الدراسة وعنده الفكر وعنده المشروع بعد ذا بيحتاج ليه؟ تمويل إذا وجد تمويل كافي بيقدر يطور مشروعه دا وبتحمل هو الربح والخسارة لأنه هو أصلا بداية المشروع قد تكون في نظر الكثيرين المشروع دا غير رابح أو غير مربح أو ممكن ما ينجح أصلا لكن دائما المشروعات الزيدة بتتبنىها الدولة لأن الدولة هي بتتحمل معك جزء في الخسارة وإذا نجح بيبقى مشروع قومي للدولة والغيرة أما المشروعات الصغيرة فهي مشروعات براس مال صغير والأرباح أو العايد بتاع السنوي أو الشهري بيكون غليل جدا وبيكون أصلا هي مدروسة مسبغا ويشتغل إنسان قدامك ومثلا واحد يشوف حد يشتري له ركشة يشتري ركشة برضو يجيبه عشان يدخل لنفس الدخل لكن ما عنده استعداد ترجمة نانسي قنقر